بعد القتل والاختطاف والتعذيب يأتي النزوح القسري والتهجير وهذه إحدى الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها في الحادي والعشرين من سبتمبر عام الفين واربعة عشر السبب الرئيسي مش الخوف من المتباس قطاع علينا الماء الحوطة طبعا حتى كنلاقى مطار ننزل نستلقي ماء بالدباب واللاشي من المسارب يقولوا يزبطوننا فرنا نحن ننزح نهرب من الوضع هذا اللي عايشين فيه ارتكبت ميليشيا الحوثي جرائم التهجير القسري بحق عشرات الأسر في مناطق كثيرة من محافظة تعيز في المدينة والريف على حد سوى وحولت المنازل إلى ثقنات عسكرية ما تسبب بدمار كبير لها خرجنا من بوتنا حرقنا هنا شلوا التوانك شلوا الصحاف شلوا الطيب حق المكارف حتى التوانك عقل ما شلوا النون مديريات جبل حبشي وصل وحيفان والمسراخ وأطراف مديرية المعافر في ريف تعز هي الأكثر تضررا من جرائم القصف والتهجير وإجبار السكان على النزوح تحت قوة السلاح والتهديد بتفجير المنازل عندما يرفضون مغادرتها يعيش هؤلاء المهجرون والنازحون عاما بعد آخر في العراء وفي وضع معيشي أقل ما يوصف بأنه كارثي بعد أن فقدوا منازلهم واستقرارهم فيها نهيك عن غياب مقاومات العيش الكريم ما تعرض ويتعرض له هؤلاء المهجرون والنازحون قصرا هنا في ريف تعز واحدة من الجرائم الشاهدة على مشروع ميليشيا الحوثي لانقلاب منذ استهدفت الدولة وحياة اليمنيين قبل نحو خمس سنوات فواز الحمدي قناة بلقيس تعيش ترجمة نانسي قنقر